أطيب شي بحبه بالشتوية هو الكستنة أو الكستنة كتير لذيذة اليوم حبيت تارك معكم هذا الفيديو لحتى ورجيكم كيف هيك بيطلع معي الكستنة كاملة من أشرة بلاقي كتير صبايا عم بلاقوا صعوبات انه ما بيطلع الكستنة من أشرة وبتظل معلقة فيها اليوم رح قلكن عن هي الطريقة وكتير كتير رح تستفادوا أول شي عندي هون الكستنة شايفين منقطعها بشكل زائد بس طبعا من أول الطرف لآخر الطرف هيك يعني زائد لازم ما تكون زائد صغيرة ما بعرف إذا وصلت لكم الفكرة شايفين أنا هيك بقصد إنه تجرحوا بشكل كتير منيح مثل ما نكون شايفين من الأول للأخير فهيك نفتح بكل سهولة هلأ بعد هاي المرحلة رح ضيف عليها مي كمية المي تقريبا فنجان كبير ورح أشغل الغاز على درجة حرارة هادية كتير ورح أغطيها ما رح أفتح الغطة لحتى تنشف من المي تماما هلأ هيك شايفين نشفت من المي وبلشت تتفتح كمان هون أنا ما غيرت الغاز تركت على درجة حرارة هادية كل شوي بحركها وكمان رح أغطيها وكل خمس دقيقتين ثلاثة بحركها وبتركها وهيك صارت عندي جاهزة شايفين النتيجة بتجنن كتير عجبتني أنا دائما كنت أعمل بكزا طريقة بولفرن وهيك بس حسيت هاي الطريقة أطيب شي وأسهل شي والنصيحة اللي رح ألكن يا هلا حتى تنجح معكن خلي درجة حرارة الغاز هادية على أحدى شي عندكن وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوني من دعمكن تحطولي لايك وكومنت حلو وانتظروني بفيديوهات جديدة وهلا أبقلكون سلام